منورنا وطبعا دايما بنكون سعداء لما حداك تبقى معانا وربنا يعينك ان شاء الله الموسم القادم يا كابتن انت حب تقول لنجومنا ايه اللي في الاستوديو اللهي الحمد لله اولا محمود راوف وعبداللطيف يعتبروا من اخلص بعيدة الواحد مروا على الواحد قلبهم دايما بيبقى على الفرقة ودايما بيبقى في ظهر اي حد كرس يبقى انا نتبع طبعا حلقة من اولها الاتنين قدامك كل اساطير من اساطير الكرة الصغيرة وحقها وكثير جدا من المجل الاهلي قدامك اتنين التوابير ادارية لازم المجل الاهلي يستغل لها باي ساكل مستشكال بيعرفوا بلايه اللي عيبة كويس جدا لو فيه اي مشكلة حصلت بيطيلهم وعلى طول ورا المشكلة وما يمكن انا مدحسش بالمشاكل دي والمشاكل الكبيرة دي بتحل المشاكل على طول انا مدحسش بيها مع الجهاز الفني اللي معيه اه دي اتفر من الاترار التفوق للبطري بتاعنا يعني الحمد للبطاق ربنا وسقهم وسق الله وسق حياتهم وانا اعجل لك ان انا هتفوتهم جدا انا اضعهم الكابتن ده انت حتى يعني على صفحتك على الفيسبوك يعني وجهت رسالتين لنجومنا وكانت رسالة الرؤوف ورسالة التيفة يمكن دي طبعا رسالة التيفة اللي وجهتها له وكانت كلها مشاعر يا كابتن وكان كلها احساس بصراحة وده حاجة مش غريبة عليك يا كابتن وبعض الغمم والله اه والله هم يعني استعلى اكثر من كده بكتير هم احساسي شعلا زي ما بقولك ومكن احنا عبدالله فيك رسالة شوية بيجي قبل التنبيل كده ونوعد نورف التحالي ومش استعلى شعلا رضع مع بعض قبل التنبيل زي ما بقولك كده نحموك افن لبسي مهمة جدا انا ببقى مطارس افن لبسي وعارف اللي بعيدة تتفكر ازاي وانا الى ذلك ونحن صارده يعني دين دين لامد معايا كده كده كبير برضه يعني هو كان دايما بيجي دي على التنبيل بيجي تقول لي ادبت على انا شاكامل زي قدر ربا زي قدر لا تبتشوها من الصراحة يعني كنا عمدين حالة ربا دينك الحقيقة كابتن يعني كلام حضرتك ده شهادة اكيد يعني ما تطلع بقيمة كبيرة زي حضرتك يبقى اكيد اللعيبة دول فرقوا فعلا في تاريخ النادي الاهلي الحديث واكيد هيبقى عندك مشكلة يا كابتن لان طبعا هم كانوا بيقوموا بدور كبير فنيا وكمان في قد اللبس فهيبقى عندك طبعا يعني مشكلة عشان تعوضهم اكيد يا كابتن بس اللي موجودين قدرين ان شاء الله بإذن الله يعني طبعا احنا في الله وعطال الله قدرين لكن لا بس عند اتنين هم بتطراح الواحد هايشتفضهم جدا وانا هلوم يا محمود يا رووه فانت تقول لي الاشيان بيت الله وتمسك كابتن في القيطة 2006 مين ايه تسيب البطولات دي كلها وتمسك بيت 2006 يقول لك سيبت البطولات دي كلها عشان هي اخر واحدة ليه عشان اخر بطولة دي دب يا كابتن بانت كده بتتفرج يا كابتن انا بقول انا قلت له قلت له قلت له يا كابتن والله انا جالي ديوف كتير اول مرة ديف يفكر دي متويت 2006 اه اه لا اه كد طبعا مع كابت سنور عطي يا ربي ادي له صحيح انا خدمة كل البطولات الثوري وكاس وقفتها وعرب ودعديها على طولة مع واحد بطولة ميدو ايه اللي يعني باع بيت لعيد دي كت اخد بطولة ليك يا كابتن وانت لعيب صح؟ طيفة بيقولي اه وكت مسك الختاب يعني خدت كابتن فريق وخدمت عيبتها الاربع بطولات موسم برضو كان بسطور يعني طب يا كابتن خليني يعني برضو اكيد يعني طيب انت بتتفرج على التلفزيون يا كابتن؟ شوف الصورة دي لو انت عندك اه بسوط الصوت وبتح التلفزيون شوف الصورة دي يا كابتن؟ 2010 دي سنة كم تفتكر؟ ايه 2009 2008-2009 صح يا كابتن؟ الله ينور عليه؟ طب لا 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 دي 2010 دي بعد تونيس 2010 بعد تونيس 2009-2010 يا كابتن؟ ايوه طيب يعني نقول 2009 ما نزعلش اناولت 8-9 وحداك قول 9-10 ناخد 9 طب قولي الكساد دي يا كابتن اللهم صلى على النبي دوري وكاس وعربي بسم الله وان شاء الله ربعية طب وفاكر الجيل ده يا كابتن فاكره كويس ها؟ ها طبعا طبعا انا سعيد اعبطت مدرب عم على طفل اكراهيم والنجوم اللي اجابتن بقى فان صبعا موجودة بس بعدها بسانة بقى في كتير او نسل ها 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 بطلوا هكاتن ولا ايه؟ اه يعني لا مستطلوا ولا حاجة كل واحد ده راح طرفه اه وما الى ذلك يعني شاتوا حالهم ناس اه بس الحمد لله برضي كنا كن مننا انا تعرف ان اجلاني مان بيقافش يعني اه وبإذن الله يعني اه نقدر نكمل بكرة بنا جهلة كترة صغيرة ونحاول دايما مكتر القطام القياسية ان شاء الله صحيح وبدأت ان شاء الله يعني انت حادك بدأت في المرحلة اللي في الحالية طبعا في دعم الفريق بصفقات جديدة شفنا النهاردة طبعا وغطينا مرسم توقية محمد محسن وطبعا سمعيني ان في لعيبة هترجع من القارة يعني واضح ان حادك شغالي اليومين دول على شكل معين حادك يعني مخطط له يعني الحمد لله دي 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 داية محسن طبعا العيد هاي المنطيز وطنفان تيرة جدا بالفرقة مع المركز ومع الثلاثة اللي موجودين اه حتى منافسة شريفة جدا وهكفي بالفرقة وفي محمد عشراء ان شاء الله داوت داية من نادي كليش وان شاء الله في الناس داية من العوارة في مركيان او بيرس في الصافي ان شاء الله يعني ان شاء الله هتي تجديد كذا في طاطرة متقالية بس ان شاء الله ونقدر ان احنا برضو نحقق البطلاط واحدة واحدة كده نقدر مجدد بالفرقة وان شاء الله وان شاء الله داية جميل والصعب في نفس الوقت ان حاددك تدعم الفريق بصفقات وفي نفس الوقت تفضل محافظة على البطولات يعني انا واضح من حاددك وكلامك وتفكيك هل دي المعادلة اللي حاددك تبحث عنها ان شاء الله بإذن الله جدا انا بقى نجي معك كده حالا وذيب الكشفول اه والنبي كابتن الاجندة لحاددك بتيجي بيها دي بس هتخصيني يا كابتن والنبي بس فعايزها بعد إذن حاددك اه وحاددك جاي بس بهانا كده اسبوع بس نصورها وهنرجع لحاددك الاجندة الزغيرة دي لو كل سنة تلاقي داخل بلولة اه نوتة كل سنة ليه اجندة ليه النوتة بتاعيه لأ ما انا عايز اللي فاتوا بقى كابتن عشان تخصيني مع ليه ان شاء الله يخليه ربنا يا كريم اكتنمرنا وتشرفنا طبعا يا كابتن 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 محمد مصد اتفضل يا كابتن كابتن محمد مصد الحميد وطبعا مدير فن الفريق الاول لكرة كرة تقرأ رجال بشكرك شكرا جزيلا